الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم على من بعث رحمة للعالمين صلى الله و سلم و بارك عليه و على آله و أصحابه و التابعين سلام الله عليكم و رحمته و بركاته و مرحبا بكم مع برنامجكم الأخلاق في الإسلام اليوم معنا جذوة و قرة عين لكل مؤمن إذا وجدت في قلبه تفجرت ينابيع الأخلاق من قلبه و تولدت جميع الخصال الحسنة لديه أتكلم اليوم عن الرحمة و كلمة الرحمة و مفردة الرحمة تجعل القلب يطبئ و حقيقة الله جل و على عندما خلق عباده أخبرهم أن رحمته وسعت كل شيء فاطمأن المؤمن حتى العاصي يعود إلى ربه فيرحمه بل و أخبرنا ربنا أن رحمته على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم أن رحمته بلغت مئة جزء لم ينزل بين الخلائق إلا رحمة واحدة بقيت تسع وتسعين جزء عند ربي جل في علاه الله أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا و أرحم بنا من أمهاتنا و لذلك يحب من عباده الرحمة يحب من عباده من يرحم عباده و لذلك الرحمة إذا وجدت في قلب إنسان تحجزه ألا يتكبر ألا يفسد في الأرض ألا يظلم الناس شيئا الرحمة تبقي الإنسان إنسان و بدون رحمة تكون الحياة كأنما عجماوات يتناطحون ما وقع الظلم ما وقع الكبر ما وقعت كثير من الرذائل الأخلاقية إلا لما خرجت الرحمة من قلوب بعض البشر و لذلك جعل الله جل وعلا مهر الجنة أن ترحم فترحم و لذلك يقول الحق جل وعلا و هو يرغب عباده بالرحمة إن رحمة الله قريب من المحسنين من الذين يتصدقون بالرحمة على من يعيش معهم دائما أيها الأحباب تجد أن الأب الرحيم والأم الرحيمة والمعلم الرحيم والداعية الرحيم و كل من يسير على وجه الأرض و هو يحمل هذا الخلق القلوب تحبه و تدعوله لأنه لا زال إنسان و والله يا معاشر الأحبة إني أقول بألم إن فقد الرحمة في أي مؤسسة تعليمية ترضوية و حقوقية بلديات أي أمر أو أي اجتماع للناس تفقد هذا العنصر و الإكسير للحياة إذا فقدت من قلوب العاملين في هذا القطاع أو ذاك حقيقة تصير الحياة كأنما هي حديقة للحيوان يتناطحون و كل منهم يعتقد أن الحق له يأتي الضعيف فلا يلتفت إليه وتشتكي المسكينة فلا يؤبه بها وتأتي الأرملة فلا يرحم وعفها و يأتي اليتيم بدمعه فيقهر و ينهر و والله إن مجتمعا لا تديره الرحمة ولا تخرج من قلوب المتعاملين فيه الرحمة مجتمع أعانى الله الضعفاء فيه نحن بحاجة إلى أن نرحم إذن لا بد أن ترحم لا بد أن ترحم يوم الأيام يدخل عليك يتيم أو يتيمة أليس ممكن أن يكون أبناؤك أنت أو أنت أيتام يوم الأيام بلى أتتمنى من الخلق أن يرحموهم بلى هل أنت ترحم الآن أحيانا الجواب لا والعجيب أن الرحمة تقود كما قلت في حلقات ماضية هذا الخلق يقود جملة و منظومة من الأخلاق كثيرة الرحمة معناها هذا الشعور الجميل والعطف الجميل و أن تتألم لألم الناس أحيانا تدمع عينك و الألم ليس في بدنك و لا في بدن من تعلم لكن تشارك الناس بدمعك فترحمه حبيبنا لما رفع إليه الطفل الصغير و نفسه تتحشرج و تقعقع رفع إليه و رآه العين تشخص دمعت عينه صلى الله عليه و سلم دمعت إنها الرحمة و لذلك عرف الحبيب هذه الدموع بأنها رحمة و أعلن للأمة إنما يرحم الله من عباده الرحماء تصدقون يوم القيامة لربما يدخل بعض عباد الله الجنة لأنه رحم بهيمه و يدخل بعض عباد الله النار لأنه ظلم بهيمه إذا كانت ظلم البهائم و عدم رحمتها قد يسبب سخط الله فكيف بمن لا يرحم عباد الله كيف من لا يرحم بل إن بعض الناس لا يرحم و لا يريد من الذين يحيطون به أن يرحموا و بعض الناس لا زال أعوج التفكير يعتقد أن الرحمة صف الضعف الرحمة قوة و سمو و معالي و درج عال في جنات النعيم نحن لو لا رحمة ربنا هل نستطيع أن ندخل الجنة لا والله لا والله تأتي رحمة الله فَتُدْخِلُنَا لَا الْأَعْمَالُ تُدْخِلُنَا لَوْ عَاشَ الْإِنسَانُ مِنَّا ما عاش و هو ساجد سجد واحدة هذه السجدة إلى أن مات و الله ما تدخله الجنة و لا تساوي نعمة واحدة لذلك معاشر الأحبة جميل في مجتمعنا أن نتواصى على الرحمة يقلقني و يؤلمني و يؤلمكم أن أم أم بعض الأمهات في هذا الزمن لا ترحم أبناءها تضربهم تعذبهم نسمع أخبار أطفال قد تم كيهم بالنار و آباء يصفدون الأبناء بالحديد أين رحلت الرحمة أين رحلت الرحمة و معلم يأخذ العصى الغليظة فيهوي بها على أياد رقيقة مرتعشة خائفة تتوسل وتسأله أن يرحمها فلا يرحم نحن بحاجة إلى هذا الإكسير الجميل للحياة و هذا الينبوع الراقي للحياة ينبوع أن تكون رحيما و حيانا ابتسامتك و العين يترقرق فيها الدمع لإنسان يشكو حاله أكبر وأجمل صفحة تدل على أنك لازلت إنسان فهل نفتش عن إنسان بعد اليوم نتمنى أن كل مسلم يرحم حتى يرحم فاصل بإذن الله و نعود و إياكم لنتحدث عن الرحمة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ و يُبْعَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ و يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فالتوبة ممحات الذنوب و سبيل المغفرة والرحمة بها تتنزل البركات و تُبَدَّل السيئات إلى حسنات قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوبة من أفضل مقامات السالكين لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها فهي بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي قال النووي رحمه الله واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وللتوبة الصادقة شروط أهمها أن تكون خالصة لله تعالى فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية ندم القلب على ارتكاب الذنب العزم على عدم العودة رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الدنب وضرره والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه تذكير النفس بالموت والدار الآخرة شغل الأوقات بالأعمال النافعة اجتناب رفقاء السوء ومصاحبة أهل الدين والصلاح مفارقة مواطن المعاصي فالإقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة أخرى استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكن كأداء فوائت الصلاة والزكاة الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات فالله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها مرحبا بكم من جديد ولازلنا نتحدث عن الرحمة أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرحمنا رحمة تغنينا عن من سواه وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من الرحمة وأسأله أن يجمل حياتنا برحمة عباده فإن الرحمة معاشر الأحباب أجمل ما يحدوك ويدعوك أن تستلذ بالحياة والله إنها لذة أتعتقد أن الذين يرحمون عباد الله ويعيشون مع آلامهم ويخففون آلامهم ويرحمون ضعيفهم ويكفلون يتيمهم وأرملتهم والمسكين ويعيشون فوق الدنيا أيضا ويدعونهم برحمة أتعتقد هؤلاء أشقياء بل هم السعداء من الأنانية المقيتة أن يعيش الإنسان لنفسه وأن لا يرحم إلا نفسه أما عباد الله يمنة ويسرى هم بحاجة إلى بعضهم والله بحاجة إلى كلمة بعضهم بحاجة إلى وضع اليد على منكبه بعضهم بحاجة إلى ابتسامة ودعاء تفريج كرب المكروب أو أقل من التفريج التنفيس ينفس الله عنك يوم القيامة ومن التنفيس أحيانا كلمة دلالة رحمة بالضعيف ولهذا أعظم النماذج للرحمة بين الخلق هو الذي أرسله الله رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس بالرحمة ويدلهم إلى ربهم وأنه أرحم بهم من أنفسهم وكم من ظال أو كافر أو معاند كان بعيد عن الله لأن الشيطان أملاه وأغواه وقذف في قلبه أن الله لا يرحمك أبدا تذكرون قصة الرجل الذي كان يناصح أخا له من بني إسرائيل فكان من حبه له وخوفه عليه ولكن ذاك عاصي يدعوه في النهار أن يتوب فيأتي الليل فيجده مقيم على الذنب استمر في نصحه وذاك مستمر في الذنب فظن هذا العابد أنه هو أولى بأن يقسم الجنة من ربه جل وعلا عياذا بالله ماذا قال؟ والله لا يغفر الله لفلان إنه بجهله يريد أن يحجر رحمة ربه ويغلق باب التوبة والرحمة على مؤمن فكان أن غضب ربي سبحانه الرحمن الرحيم من ذا الذي يتألى عليه؟ ألا أغفر لفلان؟ فغفر الله للمذنب وأحبط عمل الطائع لأنه تجاوز تجاوز الخطوط الحمراء نعم لأنه تألى على الله وادعى علم ما لم يعلم وظن أن الله جل وعلا ما يرحم من عباده إلا الأتقياء أحيانا يرحمه قبل قد يرحم العصات ومن رحمة الله بالعصات أنه لا يأخذهم ولا يبطش بهم ويملي لهم لأنه حليم هذه رحمة ولعل الله أن يأتي بهم في آخر العمر مقصودي أن نتحدث عن الرحمة معاشر الأحباب لأن الذي يسير على وجه الأرض وهو يحمل الرحمة معه تحبه القلوب تحبه انظروا في حال الداعي إلى الله الذي دائما حديثه عن التخويف ولا يحرك جانب الرجاء ولا حب الرحمن إنما دائما ويل لكم ثم ويل ثم ويل ثم ويل يقنط بعض عباد الله من هذا التخويف كما أن الذي أيضا يرغب دون أن يحرك جانب التخوف قليلا لتتوازن العمل في القلوب حتى يكون الحادي إلى العمل خوف ورجاء بحضهم ما توسط أجمل وسيلة دعوية وتربوية وتعليمية وتثقيفية أن يلمس المدعو منك أنك ترحمه أنك تحبه أنك ترجو له ما ترجو لنفسك إن استطعت أن توصل الخير الذي عندك عبر قنوات الرحمة التي في القلوب هذه الينابيع الجميلة التي إذا سالت من قلبك أعشبت الأرض في دعوتك أو في فصلك إن كنت معلما أو أباً أو زوجاً أو أماً في بيتها الرحمة وما أعظم هذا المنظر وسنذكر بعضاً من المواقف وأستبيحكم عذراً أن أبدأ وإياكم بما سطره الشيخ أولاً عموم رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم للإنس والجن والمؤمنين والكافرين حتى الحيوانات يا أحبابي الحبيب صلى الله عليه وسلم الله عندما أرسله أخبره أن عبودية العباد لربي تُبنى على الرحمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويقول جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء ومن وعندما رأى رجلاً يحمل طفلاً معه قال أترحمه؟ قال نعم طفله ويقبله ترحمه فأخبره أن الله رحمه برحمته لابنه وقد يقول قائل أحد لا يرحم صدقون أننا نستمع إلى نماذج كما قلت لكم في المقدمة أن هناك أمهات وآباء ومعلمين ومعلمات لا يرحمون وأن هناك نماذج للتشوهات الأخلاقية والقنوط من بعض الطلاب والأبناء بسبب عدم الرحمة أجمل أجمل خلق يسكن بيوتنا فيترتب واقع البيت كله بين الزوجة وزوجها بين الأب وأبناء أهل أم وأبناؤها أن يكون هناك رحمة لذلك الحبيب ماذا يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا قال ويرحم صغيرنا الصغير يحتاج إلى رحمة وتلاحظون الآن أن بعضنا أم تدرس أطفالها فتضربهم افهم اقرأ احفظ طيب أنت تريد أن يتعلم وهو خائف إذا خاف الطفل من أمه فعلمني أخبرني أي حضن يضمه بعد فقده حنان أمه إذا كان الأب قاسي أين يلوذ هذا الطفل بمن يخرج في الشارع يبحث قد يبحث لكن قد يجد أراضي للخلق إذا كان ابن أو بنت تخرج من بيت آلها للمدرسة فتدخل في فصل فتجد معلمة فقدت الرحمة تعلموا تجرعهم العلم ولا يكادون يسيغونه وتقيم الحجج عليهم ولها زئيل أو معلم كذلك عينه تتفجر شررا وتلقي بشرر أين الرحمة الرحمة بوابة ليوصول الإنسان إلى الإنسانية أن يبقى إنسانا ونحن نرى في عالم اليوم المجاعات وننظر النكبات وننظر الحروب وننظر أيضا من يتعرضون إلى أقسى أنواع الظلم من الإنسان وتسأل بعد ذلك هل هناك بقي إنسان هناك من يرحم فيرفع يديه ويدعو هناك من يرحم فيرسل لهم خبزا أو لباسا وهناك من عياذا بالله لا يريد الرحماء أن يوصلوا آثار رحمتهم إلى خلق الله فقد أجمل معاني البشرية والإنسانية أن يكون إنسانا رحيما حبيبنا كان رحمة للعالمين حتى البهائم حتى العجماوات ولذلك عليه الصلاة والسلام رحم من رحم كفار مكة ألا يعذبوا وأهل الطائف عندما ذهب إليهم ورموا قدمه ورضخوها وسال الدم منها رحمهم ألا يعذبوا صلى الله عليه وسلم لذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يفرح بعذاب أحد بل هم يطلبون المعجزات من الحبيب صلى الله عليه وسلم يطلبون المعجزات ليس لأنهم يريدون إذا أتت المعجزة أن يؤمنوا لا التحدي العناد لماذا لم يدعو الله بإنزال هذه المعجزات أن يقلب الصفاء ذهبا أو غير ذلك خوفا عليهم رحمة بهم لأن من السنن الإلهية أن الله إذا أعطى نبيا معجزة على وصف طلب من قومه قالوا نريد كذا وكذا فأنزلها أو أدناها إليهم فلم يؤمنوا اجتثهم الله بعذاب من عنده كان بهم رحيمة صلى الله عليه وسلم كان يرحمهم ولذلك عليه الصلاة والسلام كان بأبي وهو وأمي كانهم يعلمون بأنه منشأ دعوته الرحمة والدليل ثلاث عشرة سنة في مكة بالآلام بالأحزان ومع ذلك ما دعا أصحابه إلا أن يهاجر الضعفاء منهم فهاجروا الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة وبقي عليه الصلاة والسلام يضيق عليه ولو أتى بعد ذلك من آذاه فشهد التوحيد قال الحبيب لعمر بن العاصي وغيره قال الإسلام يجب ما كان قبله رحمة إذن الرحمة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين رحمة للكفار رحمة للعصات رحمة للحيوان كما سنذكر بعد قليل أن حتى العجماوات كانت تشتكي للحبيب صلى الله عليه وسلم ظلم من هي له فكان يقول إن جملك يشتكي أنك تجيعه وتزيد في أحماله بكى جمل بين يديه صلى الله عليه وسلم وتأتي الحمرة نوع من الطيور ترفرف بجناحيها تشتكي بعض الصحابة في سرية أخذ أفراخها والحبيب يقول من فجع هذه الله أكبر الله أكبر انظر الجمال في اللفظ من فجعها هذه عجماء هذه طير يؤكل أو يموت في البراري والصحاري أهذا يفجع كلمة يفجع معناها لوعة وحزن وخوف أتتشتكي تريد أفراخها كم مر بنا في حياتنا من مواقف لو أن في القلوب رحمة لتوقفنا عند ذاك الموقف وكان لنا موقف لربما جابر صدعا قلبي يائس أو بائس أو حزين أو فقير أو يتيم أو مسكين أو مظلوم نرحمه فينصر حبيبنا حتى البهائم العجماوات طلبوا منه الشفاعة فشفع لهم لما؟ من الذي دل العجماء أن هذا أرحم الخلق بالخلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نعم ولذلك تجد أن بعض الأطفال يدخل عليهم معلم فلا يهشون له والثاني فلا يقومون ولا يهشون فإذا دخل ذاك التف هؤلاء الأفراخ الصغار حول معلمهم يضمونه لأنه كان يعلمهم لا كل هؤلاء يعلمون كان يرحمهم وفي البيت الأب الذي وجوده في البيت رحمه أطفاله وأفراخه ينتظرونه ويطفون في فلكه ويضمونه أما إذا كان لا يبقي ولا يذر ودائما الخصام ويؤذيهم ويعذبهم ويلوم لا يقربونه بل إن بعض الأطفال يفرح بعمه ويبغض دخول أبيه وهذه تفرح بخالتها ولا تقرب من أمها بل إن بعض الأطفال يقول لبعضهم يا ليت والدك والدي لأنه يرى في والدي ذاك رحمة في عينيه وفي سماحة وجهه وفي كرمي وندى يده الخلو يا لابد أن يتخلق الإنسان بالرحمة يكفر رحمة فخرا أن من تخلق بها كانت رحمة الله تسبق إليه لأن الله يرحم من عباده الرحمة ومن رحمته أيضا عليه الصلاة والسلام رحمته بأعدائه في الجهاد ولذلك من رحمته أنه نهى نهي بالقرآن ألا يعتدي ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكان إذا أرسل صلى الله عليه وسلم في سرايا الجهاد أرسل قائدا أمره ألا تقتل المرأة وأن لا يقتل الطفل وأن لا تحرق الصوامع وأن يترك العباد على أديانهم لا يقتلون إنما يقاتل المقاتلة وكان من رحمته أنه يأمرهم أيضا أن يعرضوا عليهم الإسلام ابتداءا فإن رفضوا ينتقل للبند الثاني الجزية امتنعوا كان الجهاد وكان الحبيب يأمر قواده قواد الجيوش التي يرسلها والسرايا أن يقفوا أمام القرى التي لا يشك هل هي مسلمة أم لا فإن سمعوا الأذان حمدوا الله وساروا المقصد ليس أن تراق الدماء ولا يصح أن أن تصدق مستشرقا أو متلصصا متصيدا يريد أن يهين هذا الدين أن يقال أن الإسلام إنما انتشر بالسيف كيف ينتشر بالسيف وهو دين الرحمة كيف يكون بالسيف ونبيه نبي المرحمة أرسله الله رحمة للعالمين وقول الله رحمة للعالمين معناها أن كل أتباعه يجب أن يحملوا هم رحمة العالمين بإنقاذهم أن ننقذ أولئك الذين اختلت عقائدهم وأديانهم ويسيرون إلى النار نرحمهم نعم يجب أن ترحمه أحيانا تمر بك بعض الخادمات أو العمال ويكون أمينا بشوشا لكن دينه ليس دين الإسلام من رحمته أن تحل هذا الإيمان في قلبه أن تكون سببا في ذلك أعود إلى مظاهر رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم وفاؤه بالعهود فإذا تعاهد مع قوم أن يكون بينهم فترة من الصلح أو أن لا يعتدي ولا يعتدى عليه وأن لا يعينوا عليه وأن لا يعين عليهم وقف الحبيب عليه الصلاة والسلام وقف مع العهد والعقد لا ينبذه ولا يهتكه مع أن كاليهود خونة خونة العهود والمواثيق لربما يعاهدون ثم يغدرون لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم لماذا يغدرون؟ لأنهم يرون أن من عاهدوه قد أمن فينقضون عليه في حال غرة أو يعينون أعداء كما أعانى اليهود المنافقين في غزوة الخندق وتعاهدوا مع المشركين أيضا والأحزاب في هذه الغزوة حتى يجتدت الإسلام كما يزعمون مع أن هناك معاهدة بين الحبيب وبينهم لكن الحبيب لا يخون صلى الله عليه وسلم ولا ينقض العهد بل أمره الله جل وعلا أن إذا أراد أن يرد عهد قوم خافا أن يخونوه قال الله وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ إِذَا أَخْبِرْهُمْ أن العهد والعقد الذي بينك وبينهم والمعاهدة أنك في حل منها تبرأ منها لما؟ لأن الحبيب ليس مطمعه أن يرى قدم وَمَا شُرِعَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَحْمَةِ رحمة بالكافر أن لا يموت فيعذّر نحن لا نكره أحدا في الدين لا إكراها في الدين لكن إذا منعوا انتشار هذا الدين وقاموا دونه لابد أن يدفعوا حتى يذوق من خلفهم حلاوة هذا الدين وكم من أمة في ضمأ وفي مخمصة إلى هدي هذا الدين تريده لأنه هو الرحمة والعجيب أنك تجد أن في بعض بلاد العالم أن تجد أن كبير السن لا يرحم بل يوجد في بعض بلادهم التي يدعي أهلها بالحضارة أن كبير السن إذا لم ينتج لم يعمل ولم يكسب أنه يرمى في دور العجزة والمسنين لا يكرم لا يرحم فلم يتربوا على هدي هذا الدين الله أمرنا أن نرحم الآباء والأمهات واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ديننا علم الرحمة بالكبير بل إنه عند الكبر باب من أبواب جنات النعيم الأم والأب رحمة محبة حتى الزوج والزوجة في البيت وجعل بينهما مودة ورحمة فقد لا تحب من المرأة بعض الخلال والخصال لكن إذا ما كان الحب هو الذي يحدوك فانتقل إلى الأخرى ارحمها ارحم ضعفها ارحم غيرتها لذلك بدون الرحمة لا تبنى بيوت ولا تقوم حضارة ولا يمكن يعني أن يفرح أحدهم بكبر السن إذا كان إذا كبر رمي فدين الإسلام دين الرحمة إذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم الوفاء بالعقود وأيضا من رحمته صلى الله عليه وسلم دفعه مدافعة أن ينزل العقاب كما قلت على قومه عليه الصلاة والسلام يخشى أن يعذبوا نطبق عليهم الأخشبين لا على الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا هو يرحم الآن حتى الذرية التي في الصلب عسى أن هؤلاء ربما يموتوا على الكفر فعسى أن يخرج من أصلابهم أصلابهم هو لا يراه عليه الصلاة والسلام يرحم من لم يأتي من ذرياتهم عسى أن يخرجوا فيجدوا الإسلام قد ضرب بجيرانه وارتفعت راياته وقد كان هيدخلوا في دين الله أفواجه رحمة متعدية للعصور اللهم صل على محمد وعلى المحمد أيضا من أمثلة رحمته أيضا رحمته باليهودي يهودي كان يجاوره وكان الغلام ابن هذا اليهودي كان يخدمه صلى الله عليه وسلم فلما مرض هذا الغلام انطلق الحبيب فجلس عند رأسه صلى الله عليه وسلم انظر القرب دنوك من المريض محبة ومسحك على رأسه رحمة ثم الحبيب رحمته به لا أن يشفى من مرضه رحمته به ألا يموت على شركه ولا على كفره فقال له قل لا إله إلا الله فنظر الغلام إلى أبيه فقال يعني ماذا أفعل مع أبي القاسم عليه الصلاة والسلام قال أطع أبا القاسم ففرح الحبيب لأنه مات وقد نطق التوحيد أي رحمة هذه ما قال يهودي كافر دعوا وكم واحد منا مر على كثير من من لا يدينون بالإسلام فما رحمهم ليست القضية أن نزعزع كما يقول نزعزع ثقتهم في دينهم هو دينهم منسوخ لو كان سماوي ومبدل ومحرك فكيف إذا بعضهم يعبد البقرة والنمل كل من هلك في طريق البعد عن هذا الدين الحق يجب أن يرحم يجب أن يقدم له الدين ويجب أن يحسن إليه لأن إحسانك إليهم فتح للقفل أي قفل هذا القلب أيضا من أقسام رحمته عليه الصلاة والسلام رحمته بالمؤمنين إذا كان يرحم الكافر و يرحم العجماوات و الجمادات فبلا شك أن الحبيب يرحم المؤمنين الذين اتبعوه بإحسان و لذلك يقول الحق لقد جاءكم رسول من أنفسكم و في قراءة من أنفسكم نفاست الخلق من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم الله ما أجملها صفات من جمعت فيه بعض هذه الصفات حقيقة أنه من أسعد الخلق و من يخالطه من أسعد الخلق حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم و لذلك كان عليه الصلاة و السلام يرحم أصحابه و يتتبع جائعهم و مسكينهم بل إن زواج الحبيب بالزوجات أمهاتنا رضي الله عنهن صفحة من صفحات الرحمة كفالته لأيتام الأمة صفحة من صفحات الرحمة و عظه و خوفه على أمته أن لا يرجعوا بعده كفاراً صفحة من صفحات الرحمة تمنيه أن يرانا نحن و سمانا بإخوانه فقال الصحابة أولسنا إخوانه قال أنتم أصحابي يتمنى أن يرانا محبة و رحمة يوم القيامة يشفع لنا محبة و رحمة فازدد حباً في هذا النبي عليه الصلاة و السلام وأكثر من الصلاة و السلام عليه و اجعل حبك برنامج عملي و انقل الرحمة التي كانت في قلبه صلى الله عليه وسلم إلى من يحيطون بك لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم كن من المؤمنين و كن رؤوفاً أيضاً بهم أيضاً رحمته صلى الله عليه وسلم الرحمة العامة يقول من لا يرحم الناس لا يرحم صلى الله عليه وسلم و يكفي بهذا تشنيع على ذاك الذي أغلق على قلبه أو جعل في صدره حجراً و ليس قلباً لا يرحم و ينهى من يرحم على أن يرحم و يحكي أيضاً يقول صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي سبحان الله إذن هي تنزع هي موجودة نزعها معناها أن بعضنا يفعل أمور تسبب خروج الرحمة من قلبه لكن إن خرجت الرحمة من قلبك فأنت من الأشقياء بنص حديثه صلى الله عليه وسلم و يقول الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ثم ذكر الرحم أنها شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله و من قطعها قطعه الله من رحمته صلى الله عليه وسلم كانت بالصبيان فكان يرحم الصغار يوماً من الأيام كان يقبل ابناً من أبنائه أي من أبناء فاطمة و نظر إليه الأقرى و استغرب أن يكون هناك قبلة على طفل لا يدرك قال الحبيب أَوَأَمْلِكُوا أن نزع الله من قلبك الرحمة أن نزع الرحمة من قلبك فتقبيل الطفل رحمة و تعزية الطفل رحمة يموتوا فرخ صغير طير صغير عند أبي عمير الصغير كان يكنيهم صلى الله عليه وسلم و يرحمهم فلما رأاه حزيناً عزاه الطفل فقد الطير الذي كان يلاعبه مصيبة حلت بهذا الطفل أنا لا أنظر أحبابي إلى هذا الطفل بعضنا يقول يبكي حتى يسكت اجعله يبكي حتى يخرج الدمع كله من عينه أي رحمة هذه حبيبنا يعزيه ما فعل النغير يا أبا عمير قال مات فجلسيه فجلس يواسيه بأبيه و وأمه عليه الصلاة و السلام إذن أيضاً رحمته صلى الله عليه وسلم ببناته رحمته ببناته فرب البنات وهذه من الأدلة على أن الإنسان الذي يعاشر البنيات فيربيهن يرزق الرحمة و رعى الغنم و رحم بهن و لذلك كان صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم نتوقف إلى هذا الحد في هذا الجزء من الحلقة و نتواصل و إياكم في آخر جزء منها سعيد بلقائكم فانتظرونا بعد هذا الفاصل بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال و السيول الجارية في الطرقات ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة و الحرج وأما الفجر فلا جمع بينه و بين صلاة أخرى والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته و قد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر لكنه يكون جمعا دون قصر و من كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد و كان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس و يجمع وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع و صدق الله إذ يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرجه ولكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أهلا وسهلا بكم و ما أجمل الحديث عن الرحمة لكني أريد أن أتحدث في هذا الجزء الأخير عن كيفية التحصيل هذا الخلق جميعنا يتمنى أن يكون رحيما و نتذكر أحيانا أن هناك مواقف في الحياة تمنينا أننا لم نتجاوزها بل وقفنا لنسجل عبادة من أجل العبادات نسجل أمام محروم أو مسكين أو مظلوم أن رحمنا فكيف أتحصل عليها أولا بلا شك أن تدعو الله أن يهديك لها فبما رحمة من الله لنت لهم هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فإذا كان الله رحمه فجعله رحمه اسأل الرحمن أن يرحمك و أن يهديك إلى هذا الخلق العظيم الذي بسببه لربما تدخل الجنة الثاني الفرح بالبنات لماذا البنات خاصة رحمة البنات توجب الجنات منعال جاريتين حتى يبلغا كنت أنا و هو في الجنة كهاتين و حرج الحبيب الأمة حق الضعيفين من هما المرأة و اليتيم ما أعظم معاشر الأحباب أن نفرح بأن الله رزقنا بنات فنرحمهن و نحسن إليهن و نربيهن و نكسوهن فيكن حجابا لنا من النار و البعض منا لا زالت فيه بقايا الجاهلية الأولى لا يحب ميلاد البنات الثالث أن تكفل يتيما يا أخي يكفي أن اليتيما سيكون هو المحسن إليك إن كفلته أنت تكفله بالمال وهو يسبب لك دخول الجنان أنا و كافل اليتيم كهاتين و تربية اليتيم ليست المراد أن ترسل أقصاط مالية و لا ترى اليتيم لا الكفالة الكاملة أن يكون اليتيم عندك تحت يدك تربيه تحسن إليه و أسمع نماذج رائعة ممن يذهبون إلى بعض الدور و يأخذون أيتام و يوقعون بالاستلام و يربونهم داخل البيت إنك تربي الرحمة في قلبك و تربي رفقة أو ارتفاع قدرك و أجلك عند مولاك عندما تربي هذا اليتيم الرابع البحث عن الأرامل أمهات الأيتام إذا جمعت الأرملة إلى ترملها مسكنة و فقر فإن الساعي على الأرملة و المسكين كالمجاهد في سبيل الله كالصائم الذي لا يفطر و القائم الذي لا يفطر ابحث عن الأرامل خاصة الكبار في السن أقعدها العمر و الهم و الغم و الفقد و موت الزوج إن دخول الجمعيات الخيرية أيضا تذهب إلى الجمعيات البر فتشرف على إعطاء المساكين و تخرج من مالك للمسكين يجعل قلبك يمتلئ يمتلئ رحمة ترحمهم أيضا تذهب إلى العمال الذين ربما يعملون في عمل شاق بأجور يسيرة فتطعمهم تسقيهم تكسوهم تجالسهم تصلح بينهم تجعل يتصل من هاتفك بأهله لتفرحهم تنقله بسيارتك إلى مكان يريده في داخل البلد فتنقله تصنع طعاما في البيت فتدعو عمال حيك و تأكل معهم كان حبيبك صلى الله عليه وسلم يجالس المساكين بأمر الله جل وعلا له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة و العشي يريدون وجهه المسكين إطعامه ما أعظمه منها زيارة المرضى الذين لا تعرفهم لكن تجمعك بهم هذه العقيدة العظيمة بل و زيارة المريض حتى الكافر يجوز لك أن تزور الكافر في مرضه فإن زيارتك فيها مسحة رحمة بهذا الذي كان قوي و يصول و يجول و اليوم ها هو ممدد على سريره يشتكي ألما و يشتكي الفقد فقد المحبين لربما طال به الأمد على هذا السرير فتأتي فتمسح رأسه و تجلس بجواره و ترقيه و تحمد الله على العافية التي في بدنك و تدعو له بالشفاء طهور إن شاء الله يولد في قلب العبد معاشر الأحبة و الله يولد شيئا جميلا الرحمة بعباد الله منها أن يكون لك دور في المكاتب الدعاء الدعوية إن يكون لك في المكاتب الدعوية دور في الدعوة إلى الله و اجعل ذلك حسبة احتسابا عند الله حبيبك كان رحمة رحمة للكافر و للمسلم فلا بد أن نرحم من يأتي إلى أوطاننا يريد العمل و يريد الرزق فهذه نعمة من الله أنهم هم الذين يأتون و لسنا نحن الذين نذهب أن يكون لك نصيب في الدعوة إلى الله فنصيب الدعوة إلى الله هذا إذا كان موجودا عندك فاعلم أن مما يزيد في الإيمان في قلبك أن ترحمه ليس القضية فقط أنك تدعو و تسجل موقفا و تنقل داعية و توزع شريطا أو كتابا ليس هذا فقط ابتدأ أولا بتجييد النية ثم قل إني أريد نجاته من النار رحمة به فيرحمك الرحمن و ينجيك مما تخاف على المؤمنين على غيرك من الناس عسى أن يكونوا من المؤمنين إذا هذه بعض الوصايا العملية لمن أراد أن يدخل أنوار الرحمة في قلبه أسأل الله يجعلنا من الرحماء الذين تثبت لهم رحمة الرحمن اللهم أمين كنت سعيدا معكم في هذا اللقاء نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة من الأخلاق في الإسلام إلى ذاك الحين أستودعكم الذي لا تضيعوا و دائرة و أعلم